ومع هذا الكتاب بالتسلسل ابتدأ بالتنبؤ عن مجيء مخلص في إشعية 9-6 هذا المخلص مكتوب عنه رئيس السلام ولكن واحدة من الأمور الحزينة والمؤسفة عندما وقف يسوع على جبل الزيتون ورثة حالة أورشليم في لقى 19 مكتوب لو علمتي ما هو لسلامك يعني اتخيل أنه رب السلام مثل ما ذكرت من الآيات ورئيس السلام مصدر السلام مدينة السلام مش فاهم ما هو لسلامها نعم واسمها مدينة السلام نعم أورشليم اسمها مدينة السلام لم تع إلى خصته جاء وخصته لم تقبله كان في العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم ودي المأساة الإنسانية أما كل الذين قابلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله ومن هنا بدأنا يعني حصل صلح في العلاقة بيننا وبين الله فأصبح في سلام مع الله وبدأنا نختبر السلام العميق الداخلي اللي أعطانا الهدوء والراحة الداخلية حتى في قلب المحن لكن ما زال العالم لم يعرف المسيح وستظل الخطيئة مالكة إلى أن تأتي نفسها للمسيح وده الحل الوحيد للسلام مفيش حل آخر كل الحلول الأخرى عبارة عن شوية بوليتكس حلول خارجية لو صنع السلام زائف يعملوه شوية وبعد كده تقوم الحروب مرة أخرى بعد كده يشعروا بالتدمير فيحداؤوا فيقوموا ناس يصنعوا بعض سلام وهمي